مع حضراتكم مرة تانية مشاهدين مكملين معاكم فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد عن الوضع الأمني في مصر وتحديدا داخل الجامعات الحقيقة شيء مؤسف بجد يعني المدارس والجامعات كلها اتأجلت وحاليا كمان لسه بيعملوا مشاكل ولسه بيحاولوا الطلاب التابعين لجماعة الإخوان أو من أنصار الرئيس مرسي أن هم يحاولوا على الأدم يقدروا يعملوا عملية تشويش على الطلبة التانية قنابل داخل الجامعات يعني حقيقي شيء غريب جدا يعني وكأننا بجد مش في مصر أنا مش متهيالي أن احنا مرينا بحاجات زي كده قبل كده هنتكلم أكتر عن ما يحدث داخل الجامعات من عنف وتشويش على عملية التعليم بشكل كبير هنتكلم أكتر عن مواضيع كثيرة جدا خاصة بالساحة السياسية المصرية مع الأستاذ رفعت فياد مدير تحرير أخبار اليوم أستاذ رفعت صباح الخير نعم صباح الخير أستاذ رفعت أهلا بيجرام وبتفسر بإيه اللي بيحصل في الجامعات ده أستاذ رفعت شوف أقول لحضرتك حاجة عشان نعيش الواقع الحقيقي كما هو نؤكد تماما أن ما يحدث في الجامعات المصرية الآن لم يحدث فيه تاريخ على الإطلاق صح أنا بقول كده يعني أنا الحياة ما عيشتش كل الفتران بس ده شيء مؤكد على الإطلاق نمرة اتنين أن الجامعات المصرية دائما منبع الحركة الوطنية نعم نعم والتعبير عن هموم وطن وقضايا وإحنا كنا طلبة في 71 و72 كنا بنقوم بتظاهرات ولكن كان هناك هدف قومي قضية قومية بنتظاهر من أجلها لحس الدولة على إنجاز ما نطالب وعلى الاستماع وعلى عبور قناة السويس وتحرير الأرض وخلافه أيوة أما ما يحدث الآن شأنه مؤخر غير مبرر يا حاند لعدة أسباب لا مبرر مبرر ليه مش معقولة يا فاند من يكونوا قولة معقولة كل طلبة تتعمل كده علشان جماعة الإخوان ترجع لا ما يقول حضرك مبرر ليه مبرر من قبل هذا الفصيل الذي راهنا على استخدام الجامعات مع بداية العام الجامعي لتأجيج تظاهرات بعد أن فشل بعد 30 يونيو في الشارع المصري وبعد أن تم فضل اتصام ربعة وبعد أن وجد المواطنون قد انصرفوا عنه وأصبحوا في موقف مضاد لما يفعله من هنا بدأ يستغل أكبر تجمع بشري لطلاف في مرحلة عمرية لم تتبلور أفكارهم السياسية بعد بالإضافة إلى استخدام العناصر بتاعته هو اللي ماسح مخاهم بدري وهم صغيرين من ربيهم على إيده وبدأ يحركهم داخل الجامعات لتأجيج هذه التظاهرات كان على أمل أن يوقف العام الدراسي ولا يكمل الدراسة وبالتالي يصدر هذه الصورة للعالم الخارجي بأن كل شباب مصر وكل شباب الجامعات رافضين لما حدث في 30 يونيو وهذا غير صحيح بالمرة وبالتالي الفصيل ده أنتعرف حضرتك كل اللي بيقوموا بالمظاهرات دول في الجامعات الدين لا يمثلوا أكتر من واحد في المية من إجمال عدد الطلاب أخرها مثلا ما حدث في جامعة القاهرة أمس عدد الطلاب الذين خرجوا في تظاهرات لا يزيد عن ألفين طالب ألفين طالب عدد طلاب جامعة القاهرة 220 ألف طالب فواحد في المية فقط لكن بلا شك بيعملك إزعاج كبير جدا إذا لم يخرج حتى على السلمية بيعملك إزعاج لأنه بيلف جامعة القاهرة وقاصد متقصد للشوشرة على الباقي الباقي الطلاب ومحاولة التأثير عليه الخطير في الأمر عندما خرجت هذه التظاهرات من اليوم الأول عن السلمية اللي كانوا بيتشدقوا بيها وبدأنا نشاهد على سبيل المثال في جامعة الأزهر ثم في جامعة القاهرة جامعة الأزهر عندما يحرقوا المدينة الجامعية اللي بيقيموا فيها عندما يعتادوا على الأسادزة وعلى العمداء ويحاولوا أن يتهجموا على مبنى اللي فيه رئيس الجامعة ونوابه بأي منطق وأي وطنية وأي انتماء هذا الطالب أنه يعمل كده عشان كده المشهد اللي احنا فيه دولئاتها أستاذ رانيا بيكشف لنا تماما أننا بالفعل لا بد أن نعترف أننا فشلنا فشلا زريعا على مدى عشرات السنوات الماضية في تربية وتنشأة وتعليم أولادنا بشكل جيد يعني ما ييجي بأي منطق هذا الطالب اللي احنا وإحنا كنا في سننا وإحنا في المرحلة الابتدائية ما يقابلنا الأستاذ بتاعنا في الشارع رهبة واحتراما وإجلالا اللي نشوف أي شارع جانبي نخش فيه لأن إزاي هنقابل المدرس بتاعي وجه الوجه ما يصل الأمر دلوقتي أن هذا الطالب اللي يتربى وتعلم المفروض يعني وينفق عليه مجانا في تعليم وبيقيم في المدينة الجامعية بدون أن يدفع مليم واحد هذا العام ويصل به الأمر أن يتطول على أستاذه وعلى العميد بتاعه بأي منطق شيء مؤسف وأنا كأستاذ هعلم مين إذا كانت تعامل معي بهذا الشكل حقيقي إنما عندما يصل الأمر مثلا في جامعة القاهرة مبارح بدأت تركب كاميرات عشان ترصد حركة الطلاب المشاغبين والذين يخرجون عن السنوية ويعملون على تدمير وحرق الجامعة يوم الطالب يطلعوا ويأخذوا الكاميرات ويكسرواه ويكسرواه يعني ده بالإضافة إلى تكسير أبواب كثير من الأماكن في الجامعة ويهجموا على بعض المكاتف في كلية الحقوق حالي الساعة السابعة وشوية وفاجأ أيضا بانفجار قنبلة بدائية الصنع داخل جامعة القاهرة في أحد المراكز التابعة لكلية الحقوق يصل الأمر بي كطالب طالب جامعي أفجر جامعي أفجر جامعي وعندما تنفجر هذه القنبلة أنا مش عارف هتتعور مين طلب زمايلي طلب زمايلي أي حجة وأي منطق وأي عقلية تدفعني إلى ذلك ولهذا أقول لحضرتك ما نشهده في الجامعات فعلا لم يحدث في تاريخها على الإطلاق السبب برضو أو الذي ساعد في انتشار هذا الوضع سنة ألفين وعشرة مجموعة بقى الجماعة اللي هم بتوع 9 مارس وخلافه وبدأوا يهاجموا موضوع الحرس الجامعي ويؤكدوا أن وهو كان عندهم حق فيه جزئية وهي أن كان أمن الدولة بيعنى الذي يعتبر جزء من وزارة الداخلية كان يتدخل في الشأن الجامعي بالنسبة لإسكان الطلاب أو الطلاب اللي هترشحه في الانتحادات الطلابية أو المعيدين اللي هيتعينه أو العمداء اللي هيتعينه أو يتدخل حتى في شأن تعيين رؤساء الجامعات ومن هنا كانت الدعوة المرفوعة على أمام القضاء أن هذا تدخل من سلطة وزارة وهي وزارة الداخلية في شأن وزارة أخرى ممثلة في الجامعات وهذا ضد القانون وضد استقلال الجامعات ومن هنا قضى قضى المحكمة بخروج الحرس الجامعي خرج الحرس الجامعي دون أن تكون الجامعات مهيئة لتأمين منشأتها وطلابها والعاملين فيها الجامعات المصرية فيها معامل وورش بعشرات المليارات من الجنيهات مبالغ بقى حياة المواطنين أيضا فيها فأنا عندي أمن مدني ومن هنا بدأ الكثيرون يتحدثوا على تدريب الأمن المدني وإعداده وهذا يحتاج مبالغ طائلة الجامعات غير قادرة على توفيرها فالدولة شالت إيدها من ناحية والجامعات لم تكن قادرة على تدريب الأمن المدني على مواجهة هذه التظاهرات هذه طرح ما يسمى بالضبطية القضائية الضبطية القضائية أي تعطي للأمن المدني هذا حق ضبط المخالف وإعداد محضر بشأن هذه المخالفة وهذا المحضر عندما يعد ما دم معك الضبطية القضائية يعتد به أمام النيابة العام للأسف الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي الجهد الوقت في حكومة الدكتور الببلاوي وكان من ضمن أعضاء حركة 9 مارس رفض تماما الاعتراف بموضوع الضبطية القضائية وأكد أن المجلس الأعلى للجامعات لم يوافق على ذلك نشرت له في أخبار اليوم نص قرار المجلس الأعلى للجامعات في عهده بالموافقة على منح الضبطية القضائية للأمن المدني في الجامعات وأن يرفع الأمر من قبل كل رئيس جامعة إلى وزير العدل الذي يعطي للأمن الإداري في حدود 10 أفراد حق الضبطية القضائية ومع ذلك كان وزير التعليم العالي نفسه ضد منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدني ناتي بعد ذلك مع بداية فصل الدراسي الأول كان الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي ضد أن يكون هناك أي منع لأي تظاهرات داخل الجامعات وأنها لابد أن نتيح للطلاب أن يتظاهروا نعم ولكن بأي نوعي تظاهرات ده تخريب إلى أن اكتوى الدكتور حسام عيسى بنار هذه التظاهرات في كل الجامعات المصرية وكان من أشد المؤيدين بعد ذلك لقرار مجلس الوزراء الذي سمح لكل رؤساء الجامعات باستدعاء الشرطة لكي تدخل الحرم الجامعي عند الضرورة لمواجهة مثل هذه الأعمال التخريبية جاء مؤخرا تعديل لقانون تنظيم الجامعات والذي نحن دولاتي بنناشد كل رؤساء الجامعات المصرية بأن يكون هناك حزم في تطبيق ما تم إصداره في تعديل القانون تعديل قانون تنظيم الجامعات صدق عليه رئيس الجمهورية منذ حوالي شهر والذي يتيع لرئيس أي جامعة أن يحيل أي طالب يتم ضبطه متلبسا بأنه قام بأي أعمال تخريبية في الجامعة للتحقيق ويبت في قرار فصله خلال عشر أيام فإذا فصل خلال عشر أيام بقرار سريع من رئيس الجامعة يكون له حق الطعن فقط أمام مجلس التأديب عاجل ويكون القرار في النهاية بات ولا رجعة فيه وبالتالي خلال أسبوعين اتنين على طول يدان الطالب ويفصل من الجامعة ولا يحق له أن يدخل أي جامعة مصرية أخرى بدأت بعض الجامعات تنفذ هذا القانون أو التعديل القانوني وفي مقدمتها جامعة الأزهر خلال هذا الأسبوع بدأت جامعة القاهرة تنفذ ذلك بالنسبة لطلاب المدن الجامعية وفصلهم عن المدن الجامعية وبالتالي هنا بدأ تفعيل القانون تمنى من رؤساء الجامعات الأخرين أن يفاعلوا هذا الأمر لكن الموقف برضو لابد أن نؤكد أنه ليس سهل السيطرة عليه السيطرة فورا لأن في الحالة دي ليه لأن سبب أعداد كبيرة من الطلاب أنا برضو ابني وأخوكي وأختك وبنتي أنا الملتزمة عازتنا أن عليها أنها بتروح الجامعة وبتحضر محاضراتها ولا يتم تعرضها لأي خطر استمرار هذه التظاهرات ودخل شرطة كل شوية واستخدام غازات مستيلة للدموع داخل الحرم الجامع بلا شك هيقلقني ويقلقك على الطلب المنتزمين الآخرين فالتعامل هنا يعني بحرص مقصود ومضطرين ليه درس عمره والأهل كمان الذين تركوه ولم يتابعوه ولم ينصحوه بالضبط الحسم ثم الحسم ثم الحسم في هذه الأمور أو أنهم هم الذين شاركوا في دفعه لأنهم منتمين لجماعة الإخوان وأنصارهم فنحن أمام إشكالية دي آخر أمل لجماعة الإخوان الإرهابية أو جماعة الإخوان غير المسلمين أنهم يرهنوا عليها وهي الجامعات إنما إن شاء الله هيتم التعامل بحسم خلال الأيام القادمة وهناخد بعض الوقت شوية إنما الأمور إن شاء الله تستقربها ولكن حالتك تتوقع أنه إحنا قدرين على القضاء على هذه المحزلة التي تحصل يعني قدرين رؤساء الجامعات الموجودين القيادات الموجودة دلوقتي هل ممكن نواجه أي أزمة أو أي خلل في حسم هذه الأمور مفيش قدامك بديلة أستاذ راني لابد تنجحي لابد ده مصلحة مجتمع وأمن وطن سواء على مستوى الجامعات أو بره لأن بره دلوقتي في الشارع وبعض الأعمال الإرهابية للأسف عندما يتم القبض على بعض أفرادها طبعا موضوع الإرهاب ده من الصعب تماما موجهته على مستوى العالم كله لأن العدو من تشايفاه وبيفجج في أي وقت لكن بعض العناصر للأسف نلاقيها بعضها طلبة جامعة طلبة جامعة تم غسل مخهم من الصغر وتنشأتهم على انتمائهم وهم مصيرين وليس مخيارين مفهوم وبالتالي هو إما بيقوم بهذا الفعل بيقوم عن قناعة بقناعة أنه لو مات هو شايف أنه صاحب حق أنه هي بشهيد هو رفع عالم القاعدة إحنا للأسف هذه الجماعة أو هذا الورم السرطاني عندما سمحنا بوجوده منذ عام 1928 وهو تاريخ إنشاء هذه الجماعة حتى هذه اللحظة طبعا استقصال هذا الورم يا أستاذ رانيا بلا شك له أثار جانبية أثار جانبية ألم سنشعر به بعض الوقت لكن في النهاية سنشفى من أثار هذا الورم هنأخذ بعض الوقت ولا نقلق لأن القضاء على هذا الانفلات الأخلاقي وهذا الجانب التأموري من أسف من قبل فصيل هو جو المجتمع من أبناء المجتمع وانحرف عن مساره وانعزل تماما عن المجتمع علاج الذين عندهم استعداد أن يعالجوا أهلا به وسهلا أما من يصر أن يسير في طريق الإرهاب والقتل والطربية فليعاقب فورا فليعاقب وقد وصل إلى الإعدام ولن نأسف عليه لأن إعدامه في هذه الحالة إذا ثبت أنه من هذه النوعية المجرمة من هذه النوعية الإرهابية فلن نكون أسفين عليه لأننا بننقذ المجتمع منه حقيقي حقيقي وأنه هو تسبب في ضحايا كثير جدا يعني اللي هيعدم ده هو أكيد هيبقى تسبب في أن فيه غيره من الأبرياء راحوا من غير أي زنب ومن غير أي سبب مش بس الجامعات كمان وستاذ رفعت إنما كنا نحن بنواجه مشكلة أخرى وهي تأميم المدارس التابعة للإخوان لأنه البعض مثلا في مدرسة في اسكندرية البعض شاهد أنه الطلبة هناك برضو هم أيضا طلبة طلبة مدرسة يعني برضو يعني حياة شغالين على أجيال يعني هم برضو بيشتغلوا على أجيال يعني ما بيبطلوا الشغل إنما أيضا لازم يكون في حسم في هذه القصة شوفي الإشكالية في هذا الموضوع أستاذ رانيا إشكالية قانونية أنت كدولة تريدي أن تلتزمي بالقانون ولا تأخذك الحمية والانفعال أنك أنت تعمالي حاجة مخلفة للقانون جماعة الإخوان للأسف إذا كانت هناك فلن مدارس كثيرة وفلن دواقع ده فعلا يا فندم ده موجود ده عدد كبير لكن للأسف أنا ما عنديش ما يثبت ما يثبت في الرقم القومي إن فلان الفلان إخواني لأن هذه الجماعة نشأت كجماعة دعوية في البداية ولم يكن الهدف الحقيقي لها الجانب الدعوي وبالتالي أنا ما بتعامل مع هذه المدارس الإخوانية التي تقوم بغسل عقول من يلتحقون بها ما جاء طبق القانون عليها وأجد في النهاية قدامي مواطن مصري إنما غير مسجل في بطاقته أنه إخواني أنا بتابع أفعاله بتابع ما يقدمه من أنشطة ومن ثقافات مرفوضة لأبناننا وبالتالي إذا ثبت عليه كذا بحط المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري هم برضو كتنظيم وده لا يحسب لهم أنهم منظمين جدا عشان كده نجحوا في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وخلاف فييجي مثلا أنا رجل إخواني عايزة أعمل مدرسة أروح أجيب حضرتك بخمسة ستة سبعة وخمستاشر واحد سواء من العائلة أو العوائل القريبة ونعمل المدرسة وقد تكون من خلال شركة مساهمة فيها عشرات الأسماء ما تيجي وأنا الملك الحقيقي وأنا اللي أنشأته بأموالي وكل شيء إنما قدام المجتمع لا يزبط علي بالدليل القطع بشكل مباشر أنها ملكي ومن هنا التعامل لها عايزة بعض الوقت عشان ندننا نحترم القانون في التنفيذ الأستاذ رفعت فياض مدير تحيير أخبار اليوم باش رحيت فندم على وجودك معنا النهاردة الحسم ثم الحسم ثم الحسم ما عندناش أي بداء الأخرى وهو ده الدرس اللي لازم نرقن لكل أعداء هذا الوطن بعد الفاصل نستكمل فقراتنا حيثكم